القلوب تتجه نحو الكود ديفوار تقريباً تسعة ساعات تفسدنا على انتلاق المقابلة اسمعنا صديقنا كريم ماكني اسمعنا التشكيلة المحتملة مرايك ناصر في اللحديش اللي اختارهم جلالة لقادر عموماً لموجهة المنتخبة لناميبي تعرف رفيق أصعب نهار بالنسبة للملاعبي بالنسبة للمدرب بالنسبة للناس كله هو نهار المباراة نهار المباراة تبدأ بالحق من اللي تقوم الصباح معناتها تبدأ الضغط يبدأ الضغط عالي يبدأ تدريجين رفيق والله في وقت من اللوقات تقالي ملاعبية عادتان يبدأ قدامك الماكلة وكل شي معدى قدامك وكأني بيه ما فهم حد شيء على الطاولة ما يجيك شقق بالعرائص نحن نقولها بلغتنا العمية بالحق لخطر نتصور اليوم المباراة هذه والضغط اللي موجود وتعرف الملاعبية الكل يحبوا يعطيوا إيماج مزيئة المنتخب التونسي الناس كل تستنى فيه اليوم ما ذكر عليه شانا نعتقد ان ان شاء الله المنتخب التونسي يعمل مباراة اللي تليق بينا على خطر المنتخب التونسي عنا من امكانيات وقتنا نحكيو عليه بالنسبة للتشكيلة أنا كنت سمعت كريم يحكي على التشكيلة لكن إجمالا حسب الكواريس اللي عندي زادة كيف كيف موش بعيد برشا لكن زوس ليتهم لعبية يتغيروا قبل لفايد يومات شانا نعتقد حاجة صحيبة برشا لكن هاي حسب التقريب وحسب اللي عندي ينا منصر وياسين في اللاكس سنترال وجدي كشريدة عليمين علي علي صار اليس سخيري بشكون أكسيال ونيس من سليمان وبر رمضان نحكيو على يوسف المساكني ونحكيو على اليس العشوري ونحكيو على طه يسير الخنيسي على خاطر أنه في وقت ملاقاته قلنا نحكيو عجويني أنه هو ملاعبي نجم يعرف يلعب بظهره نجم تكعليه يلعب عن ديفيسيون لكن شوفنا فما ثقل متاع الفريق النميبي أنه يسير الخنيسي نجم يعطيك بروفندور يطلو في الاساس اللي نجم يعمل بيهم لدي في رانس المنتخب التونسي وقت بالتشكيلة اللي شوفنا هذه حسب حسب الاعتقاد متاعي أنه قادرين وقت اللي نحكيو على مهارات فردية نحكيو على وجدي كشريدة نحكيو على اللي معلوم نحكيو على ملاعبية عندهم مهارات فردية ممتازة برشة شوفنا البلوكي كيب مانتها متاع الفريق النميبي أنه نجمو نتعديوه وقت اللي نعملو ديت رونجلسيون في في وسلتنا ماتع عنا لإمكانيات اللي قادرين نعمل مبارات بالرغم أنه ديما نقول لك رفيق حسب اللي ما شويت شوفناها من الكل بستثناء السنغال قلني نعتبر المنتخبات الكلها معناتك كلها مستوى متقاربا وما تقول ليش أنت اليوم بالمجهودة متاعك وبالروح متاعك شوفنا البارح المنتخب الجزيري معدى بريمير ميتاو تقول الجزيري بتمركي الثاني والثالث لتتعدى المنتخب المصري زادة كيف كيف اليوم لابد أنه نكونوا واقفينه وردوا بيننا على كل ما خاصة عندهم مهاجم ممتاز برشة يعرف يسو بلاس بيا يعرف وين يحطوا له الكر في الظهر احنا خاصة ولادنا مالورزمون ياسين وكيف كيف منصر بعد ساعات في وقت من الوقات ياسر كونفيان اللي معتها فاما ديباس اللي نجمون راتيوم ينجموا يعملونا مشاكل كبيرة هذا من الكل اللي كانوا ردوا بيننا فيهم ما نعملوش ديشي تكنيك اللي نجم يخلقنا مشاكل قادرين إن شاء الله نعملوا مباراة محتر مشاكل ولعبوا كورة بربي ولعبوا كورة الناس كارفوا لسيمية عدم اللعبية ولعبوا كورة فيدفو بليزير نارش كل المدرب اللي تخلقالها ذات اليوم للملعبية متاعهم ملقاهم الكابلين شيخو 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 ولعبوا كأن اخسرتو كان ربحتو كورو كورو علعبوا الكورة خليونا نشيخ وراو منتخبنا نحبوه يفرهادنا نحبوه يلعب بعد النتيجة الناس كل تفهم كورة معنا كورة عربار تنجمة تخرج الكورة تدخل تنجمة ترشحك يعطيونا الرند موم تخليونا يشكل مرة نتحصروا شبينا ما نلعبوش مخيب لعبنا شبينا نكسروا اللعب شبينا حتى نلبو مع الدي جراند ناسيان في الكورة نخليوهم شي يلعبوا معناه والمات الجنرال ما ما يتعدش مزيد عنا ملعبية عنا ذاهير أيسر أسطوري في قارة تفريقيا اسمو علي معنون سيبوه يلعب عطيوه المساحة وعطيوه اللي بيتق الخضرة بشي قدم القدام عنا دي جوير تالنتيو عنا بالرمضان عنا يوسف المساكني لعبوا كورة منشنا لعبوا كورة لبرزيل مشي تالي مشي ألمانيا فكوا تيران ولعبوا هجموا خلي تدخل كنفيانس في المجموعة كي تلعب وتربحها فيك لمانيير ناسي مهم جدا لأنك تدخل بثيقة كبيرة بعد نجم تلعب ضد أي منافس في قادمة على مقابلات المباريات هذو مراوا من الكرة اللولانية تحس لن فيه معتاك للتاكل الأول وتحس اللولاني على الكورة وتبدأ أجريسيف وتبدأ معتا فما فما روح هيكل أكل فولنتي تعرف إحنا اللغة اللغة يقول لك ألعب بقلب شني معتا هلعب بقلب كي تبدأ في ديويل وتحط سيقك في الان كونتر آن وكورة بلا فب معتا فلا في الأيريان معتا فلا في الهوية تأخذها بالراس وتكون انتي حاضر وديسيزيف هذيك اللي يعمل الفرق بعد تربح ما تربحش سدي دي تايل نجمو نتعديهما هذا ما نتمنى هلعبوا الكورة فرحونا شيخونا وحسعيد إن شاء الله للمنتخب الوطني التولسي نذكروا بلا تشكيلة بعد شوية يقبل هيدا كلمة برينس كلمة لوليد كانت حبوا نحكيو على المنتخب شوال ريسالة اللي توجهها للمنتخب تاو كان جيد كوتش بقى مجوز تحقيب على كلامك ناسر رو مهم جدا زيد التعليمات شعتيها المدر كي سيب الملاعبية تلعب كي يكبلهم بالتعليمات وعليه ما تفوتش دراشنوا ولا رياد رواه ما تطلعش برشا والمهم الكوفيرتور اللي هي حاجة مهمة في الكورة يما يخوي اوكي من الناس كل تلعب في الكورة ألعبوا الكورة هجب سيطر أخلق الفرص دخل الكنفينس في المجموعة رك نجم تعمل نيول معنا ميبيا اكثر من واحد شيء ومردود هزير وتتحلى بلاتوات ويبدأ النقد وتشك ناس كل في المجموعة ألعبوا الكورة فكوا الكنفينس اليوم أهم حتى من الانتصار خطر لتروى بوان حتى ما جوش اليوم ركوپيراب في الماتش الجيين